في الفيديو ده هناخد رفة كده على التصميم بتاع كل جزء من اجزاء الكمبيوتر وشوف ايه الحاجات اللي انا عملتها والخطوات اللي انا مشيت عليها عشان اصمم الجزء ده. في البداية حابب اقول ان ممكن التصميم اللي انا عامله ما يكونش احسن تصميم واحسن حاجة من حسبة والكلام ده كله. انا كنت بدور على الحاجة الاسهل. الفكرة السهلة اللي كانت بتيجي في دماغي. وانا بفكر وقتها كنت بطبقها. اشتغلت تمام. بحول احسن فيها شوية لو عرفتك انا بها لو ما عرفتش لا يقلف الله نفسا الا وسعى. طيب. هنبدأ باول جزء اللي هو الميموري. الميموري عندنا كانت بزيقه من ستاشر وورد. فانا محتاج الادرس بتاعي يكون اربعة بيت. فبيدخل على الادرس ديكودر. فالادرس ديكودر مفروض يكون من اربعة لستاشر ديكودر. طيب انا اللي موجود عندي من تلاتة التمانية. في اي سي اربعة لستاشر ديكودر عادي ولكن لما جربته في البروترس كان في مشاكل ما كانش شغال كويس. فاستخدمت اللي هو التلاتة لتمانية. استخدمت اتنين منهم عشان اعمل من اربعة لتمانية آآ اسف من اربعة لستاشر آآ ديكودر. طيب الفكرة بكل بساطة ان انا عندي آآ الادرس بتاعي بتكون من اربعة او انا عندي اربعة بت. عايز اعمل لهم لو البت الاخيرة بصفر فده معناه ان التلاتة اللي فوق بيجيبولي من صفر لحد السبعة. يعني بيجيبولي تمن ارقام. طيب لو البت الاخيرة بواحد فده معناه ان انا ممكن اعمل آآ للتلاتة اللي فوق ولكن ازود عليهم تمانية او ازود على الناتج بتاعهم تمانية. بمعنى لو انا عندي مسلا آآ صفر واحد صفر واحد. ده المفروض لو رقم عشرة. لو انا خدت التلاتة اللي فوق اللي هي الصفر واحد صفر فدي هتجيبلي اتنين. والواحد الاخير ده بتمانية. لانه هو موجود في آآ البت رقم تلاتة اتنين قص تلاتة بتمانية. فكده انا عندي اتنين زائد تمانية اللي هي بعشرة. فاللي انا عملته ان انا اخدت التلاتة اللي فوق دخلتم على الاولاني والديكودر التاني. طيب. اعرف بقى ازاي ان آآ البيت الاخيرة دية لو هي بصفر المفروض ان آآ التلاتة اللي فوق هيطلعوا زي ما هم. ولو هي بواحد ف هزود عليهم واحد. كون ان انا هزود عليهم واحد آآ آآ اسف هزود عليهم تمانية. فده معنى ان التمانية الاولانيين دول ما لهمش لازمة. يعني انا عايز اوقف الديكودر الاولاني لو كانت البيت الاخيرة بصفر. آآ لو كانت بواحد اسف. لو كانت بواحد فانا عايز اوقف الديكودر الاولاني. ولو كانت بصفر فالديكودر الاولاني شغال لان انا مش عايز ازود تمانية. لو هي بواحد فانا عايز ازود تمانية فده معنى ان التمانية اللي فوق دول ما لهمش اي لازمة بالنسبة لي فاكن الدكودر الاولاني بتاعي واقف. فده اللي انا عملته. الدكودر ده او اللي هو اربعة وسبعين مية تمانية وتلاتين بتاعه اكتف له. فعشان يشتغل لازم يدخل له له. طيب هنا انا عايز اه اوقفه لو كان اه بواحد. فهو هيشتغل لو كان بصفر. فناخد الايه تلاتة وادخله عليه. فلو هو بصفر فاللي فوق هيشتغل. واللي تحت بدخله على النط بحيس انه لو كان بصفر. فهيبقى دخله هنا واحد. فالدكودر بتاعي ما يشتغلش. لان الدكودر له. يعني هو بيشتغل لو كان آآ دخله هنا في بصفر. فده كده الفكرة اللي انا عملت بها من اربعة لستاشر دكودر. طيب. نيجي بعد كده بقى للرجستر نفسه. الرجستر عندنا اللي هو اربعة وسبعين مية تلاتة وسبعين. عندي هنا الدتا ان وهنا الدتا اوت طبعا دخل له فيه وفيه وهنا بقى نقف واقفة. الاي سي ده فيه او بوت انابل وانبوت انابل. طيب انا عايز ان انا هشغلهم لو كان الاي سي ده انا عمل له اصلا. طيب انا بعرف ازاي ان انا عمل له سيلكت? بعرف ان انا عمل له سيلكت من خلال الخرج بتاع الدكودر. ونخلي بالنا ان الخرج بتاع الدكودر هنا بيبقى يعني هو معكوس. يعني مفروض الدكودر اللي انا ندخله صفر مسلا. فالاس نود هتبقى بصفر والباقي كله بوحيد. لان الخرج بتاع الدكودر هو انفيرتنج. فجيت انا هنا عملت في في الريجستر بتاعي. الاي سي ده اربعة فانا هستدم اربعة منه عشان اعمل ستاشر بيت ريجستر. فانا جيت بقى عملت اه عشان ادخل معاه حتة السيلكت. فهنا عملت عندي السيلكت وعند الريد والريت. انا عايز اخرج الانيبل بتاعي وخرج الاوبوت انيبل. طيب. انا هشتغل لو كان السيلكت بصفر. ان ده اللي جايلي من الدكودر. انا كان ممكن انا في الخرج بتاع الدكودر ولكن لقيت ان هي ملاش لازمة. انا ممكن اعدل بتاعي ان انا الريجستر بتاعي يشتغل لو كان السيلكت بصفر. لو كان السيلكت بواحد فالخرج اه او الخارجين بتوعي بصفر. ايا كان بقى انا بعمل ريد ولا ريد فهم الخارجين بصفر فانا كده الريجستر ده انا لا عمل له. او ولا عمل له يعني انا لا بقرأ منه ولا بكتب فيه. طيب. هاجي هنا هتكلم تلاقي بقى ان انت عندك. لو السيلكت بصفر. لو الريد ريد بصفر فكده انا عايز اعمل ريد. انا مقرأ ان هي اشارة الصفر. لو الريد ورايد بصفر فانا كده بعمل ريد من الريجستر بتاعي. ولو هي بواحد فانا بعمل ريد. فلو كانت بصفر فانا عايز الاوبوت يكون بواحد. ولو كانت بواحد فانا عايزي يكون بواحد. لو كانت بواحد فانا كده انا بعمل فعشان اعمل جوه الرجستر ده فلازم بتاعه يكون بواحد لانا بدخل على ولو بعمل فانا بدخل على من هنا هطلع المعادلة بتاعة الانابل هلاقي ان الانابل بيساوي الاس بار اه اند مع الار دابيو بار. الاس بار اند مع الار دابيو بار. اللي هي الكل بار. يا قاعدة دي موجب. والاوبوت انابل هيساوي الاس بار اه اند مع اه ار دابيو او ريت. ده اللي هي الاوبوت انابل. او اه العكس. وانا هنا عاكستهم. المفروض الاوبوت انابل هو اللي فيه الاتنين ببار. والانابل هو اللي فيه اه واحدة اه بس هي اللي هي الاس بار. وهنا انا عكست المسمين دول يعني. طيب. انا عندي هنا الارجستر الانابل بتاعه برضو اكتف له. طب هنا انا شغال ان الانابل بتاعي اكتف هاي. فبسيط هدخله على نط. فالاولانية مسلا اللي هي بتاعة الاوبوت انابل بدل ما هي اس اور ار دابيو الكل بار اما ادخلها على نط فهتبقى اس اور ار دابيو. والتانية بدل ما هي هتبقى نامد عادي جدا. فده اللي هو الاوبوت انابل بتاع الريجستر. ده اللي هو بيحدد لي ان انا بضيف عليه حتة السليكت والريد والريد. عشان هطلع اللي هيدخل الريجستر بتاعي هو او او انابل ولا اا انبوت انابل. فده بالنسبة للرجستر. طبعا لو طلعنا لان عندي الرمات كل رجستر داخله بتاعه. هنا مسلا رجستر رقم تسعة فهو داخله الاس تسعة. اللي هو الخارج بتاع الديكودر بتاعي. طيب. هنيجي بقى الجزء المهم في الكمبيوتر بتاعنا وهو الكونترول يونت. وازاي انا عملت تصميم للكونترول يونت. اول حاجة عشان اعمل تصميم للكونترول يونت لازم احدد المايكرو انستركشنز. انا محدد عندي الانستركشنز اللي البروجرامة لايستخدمها عشان يعمل اه اي برنامج هو عايزه. طيب المفروض كل من دول بيتكون من مجموعة مجموعة خطوات كده انا بمشي عليها في النص عشان هنفز الامر ده. على سبيل المسال احنا قلنا في عشان اعمل باخد القيمة من اوديها للام اي ار وبعدين اخد القيمة من اوديها للاي ار والكلام ده كله. فكل خطوة من الخطوات دي اسمها مايكرو انستركشن. فانا اول حاجة عشان اعمل كنترول يونت لازم اعرف المايكرو انستركشنز بتاعتي والكنترول سيجنالز اللي انا محتاجها. ان انا محتاجة اولدها الاوبوب بتاع الكنترول يونت. فبنمسك كل امر وبنفكر فيه ونشوف ايه هي المايكرو انستركشنز الخطوات الصغيرة اللي بتحقق الامر ده. ونشوف هل ينفع الخطوات دي تتعامل كلها مرة واحدة في نفس الكلوك سايكل ولا لا? لو ما ينفعش بنقسمها على اه اكتر من طيب نعرف ازاي ان هي نفعها ما ينفعش? بتبع لحسبها اللي هي معتمد على الخطوة اللي قبلها ولا لا. على سبيل المسال في الفيتش. الفيتش معتمد ان اول حاجة بعمل لها ان القيمة اللي في تروح للم اي ار. يعني باخد الادرس بتاعي من البرورم كاونتر او اديه للميموري ادرس ريجستر. طب انا كده عايز احددوا القيمة اللي موجودة جوه الرجستر. طب مفروض بعد كده ان انا هعمل ميموري اوت او او هقرأ من الميموري بنانة على الادرس الموجود جوه الرجستر ده. هل اللي اتنين ينفعوا في نفس السايكل? لا ما ينفعوش. ما ينفعوش ليه? لان المفروض عشان اقرأ من الميموري لازم الادرس يكون موجود عندي. طب انا عشان الادرس يتحط جوه رجستر بيحتاج لواحده. انا عشان الادرس تتغير بتحتاج فما ينفعش ان انا اقول لك اقرأ من الميموري في نفس الوقت اللي انا بنقل فيه الادرس من البي سي للام اي ار. فنقل الادرس من البي سي للام اي ار ده لازم يتم على خطوة لوحده. طيب. فدي خطوة الوحدة الخطوة التانية بقول لك اعمل لي الام اوت يعني حدد لي ان الميموري اتطلع بروح الميموري بقى طلعي لي بقى الادرس اللي في الام اي ار. وبقول الاي ار استقبل الادرس من الميموري. طبعا الاتنين دول ما لهمش علاقة ببعضة. طبعا انا عشان اغير الكيمورة الموجودة جوه الاي ار مهدار برضو. فبيحتاج كولوك سايكل. هقول لك تمام. بس هل عشان هو يستقبل من الكولوكس من الميموري هل محتاج ان هو يستنى كولوك سايكل? الميموري بتطلع في لحظتها. مجرد ما بقولها طلعي فهي بتطلع على طول. الاي ار اه هو اللي بيحتاج كولوك سايكل عشان يعدل الداتة اللي عنده. لكن الميموري عشان تطلع ما بتحتاجش حاجة. ده هي بتطلع في لحظة كده. في وقت ما بقول لها. فالاتنين مش معتمدين على البعض. يعني مش لازم الاي ار يستنى الخطوة اللي قبلها ما تخلص. الخطوة اللي قبلها ما بتاخدش حاجة اصلا. يعني ما بتاخدش سايكل لوحدها. زي مسلا الميموري كانت لازم تستنى الام اي ار يخلص. فالام اي ار عشان يخلص ده بيحتاج سايكل لوحده. لكن هنا عشان الميموري تطلع مش محتاجة سايكل وحدها. فعشان كده ينفع. اخلي الاي ار ان اقول للاي ار استلم في نفس الوقت اللي انا بقول للميموري طلعي. طيب. وطبعا في الاخر بزود البي سي بعمل له ممكن اعملها في السايكل اولينية او اعملها في السايكل التانية ما فيهاش اي مشاكل. آآ طيب. بمشي بقى في كل الاوامر بتاعتي وبشوف ايه هي الاوبوت سيجنالز اللي انا محتاجة. امر مسلا زي عشان اخزن انا بخزن فين في مكان في الميموري. فانا عايز اه اعرف الريجستر اللي انا هاخد منه والمكان اللي انا هخزن فيه. طب المكان ده موجود جوا الاي ار ورقم الريجستر برضو موجود جوا الاي ار. فايه بقى اللي انا عملوه? اول حاجة لازم اخد العنوان يتحط في الام اي ار. فانا كده هنقل من الاي ار الى الام اي ار. نفتكر اللي هو الرسمة والتواصلات اللي احنا كنا عاملينها. انا بنقل من الاي ار يروح للام اي ار. ديت محتاجة سايكل لوحدها. اي نقل للادرس محتاج سايكل لوحد. دي حاجة سبتة كده معنا. طيب بعدين بقول الميموري ان والار اوت. طب واحد يقول لك طب انا هقول لي انه رجستر بقى انا عندي تلاتة رجستر. فالمفروض كده ان اه تحدد. مين الرجستر اللي انا اه هقول له اعمل لي اوت. هل هقول لي الاي ولا البي ولا للسي. طيب بعرف الكلام ده ازاي? بناء على اه الاوبراند التاني في بتاعي اللي هو كان الواي. لو تفتكروا كده. انا عندنا الاب كود بعدين الاكس بعدين الواي. فبناء على الواي انا بحدد اه الرجستر اللي انا هقول له هل هقول للاي ولا للبي ولا للسي. وهنا بقى في حاجتين. انا ممكن ااخد الرجستر ده او الاوبراند التاني ادخله للكنترول يونيت وهي بناء على الامبود ده. تحدد الرجستر اللي هي هتكلمه وتقوله اه طلع او هيبقى هو ار ان ولا اوت يعني انا هطلع منه داتا ولا هيستقبل داتا. ولكن يعني لو جيت اعمل كده لقيت ان الامبود معي هيبقى كبير. يعني كده انا بزود اتنين امبود زيادة. اتنين امبود يعني الموضوع ضرب معايا في اتنين بعدين في اتنين. مسلا انا عندي كده اصلا اربعة امبود موجودين اللي هما بتقول الانستراكشن. فهي الكنترول يونيت ده اخلاها اربعة امبود طبقا ده اخلاها ستة امبود تاني. فلقيت ان الموضوع كده مش ظريف. فالحال اللي جا في دماجي ان انا هخلي الكنترول يونيت كل مهمتها ان هي بتقول ار ان او ار اوت. يعني الرجستر هيدخله ولا هيخرج مني. كون بقى انهي رجستر هيدخل ولا انهي رجستر هيخرج ده عملت لها سيركت منفصلة. السيركت دي بتاخد مني الاشارة اللي جاية من الكنترول يونيت سواء اللي هي الار ان والار اوت. وبتاخد الابرند التاني اللي هو الواي وبتحدد بقى هلها تتعامل مع الاي ولا البي ولا السي. فالتصميم بتاعها كان بسيط جدا ومفوش اي تعقيد زي ما هنشوف كمان شوية. فده امر الاستور. امر اللود انا باخد القيمة من الاي ارت روح الام اي ارت دي طبعا طبيعي. اه هنا بقى انا عايز اجيب من الميموريا حطها جوة الرجستر. فبقول له الامة قوت والرجستر هيبقى ان. وكزالك مع باقي الاوامر. طيب. بعد ما خلصت بتاعتي وخلصت الكلام ده كله. باجيبها بعد كده بعمل الستيط ترانزيشن دايجرام. دي خطوة مهمة جدا في اي آآ سيكوينشيال سيركيت. انا البداية بتاعتي اللي هي الفيتش. لو انا في الفيتش وجاي لي اربع تصفار فانا هروح للست. ولو جاي لي تلت تصفار واحد فانا هروح للستور وكزا مع باقي الاوامر بتاعتي. طب الستيط ترانزيشن دايجرام ده ما فدنيش بحاجة. ليه? الفيتش عندي محتاجة اتنين سايكل. عم نشوف هنا كده ده سايكل لوحده وده في سايكل لوحده. فالفيتش محتاجة اتنين سايكل. وفي اوامر كتير جدا محتاجة اتنين سايكل. طيب. نعمل ايه بقى? اللي انا عملته ان انا رقمت كل سايكل من دول برقم. فبقى عندي ديت اس نود اس واحد فكده الفيتش شغال في الاس نود والاس واحد. آآ الست اس اتنين اس تلاتة اس اربعة خمسة ستة سبعة وهكزا. وبقيت بقى بحدد على حسب آآ الامبوت اللي جايلي انا بروح للسايكل معينة. فعملت تاني. انا بادئ من الاس صفر. الاس صفر اللي هي اول خطوة في الفيتش. ان انا باخد البي سي او اديه للام اي ار. طيب بعد كده المفروض اروح الستيت تانية. الستيت ديت بعمل فيها الامة اوت والاي ار ان والبي سي انك. فجيت هنا رحت الستيت تانية. ما يهمنيش بقى الامبوت بتاع ايه? ودول كده على بعضهم خطوة الفيتش. ونبدأ بقى من هنا التفرع على حسب الامبوت اللي جايلي. فلو الامبوت اربعة صفار فانا كده رايح للسيت. لو الامبوت واحد فكده انا رايح للسطور. لو الامبوت اتنين فرايح للود وهكزا. طيب. نجي نشوف مسلا الست. هلاقي الست ان انا لازم اروح لسايكل ومنها هروح لسايكل تانية. يعني انا عندي اتنين انا خلصت الفيتش خلاص. لو انا بعمل ست مسلا. فانا عندي دي هتحصل في سايكل لوحدها. فده معنا ان هي لوحدها. ومن دي مباشرة انا اروح لسيت تانية ايا كان بقى الامبوت بتاعنا ما يهمنيش الامبوت بتاعي ايه? فعملت الست بناء على اه اللي موجود عندي اللي انا حديتها في اللي انا محتاج اطلعها. لو جينا مسلا على اه صفرين واحدين اه صفرين واحدين. لقيت ان انا اروح لسيت انا سميتها اس تمانية ان انا ماشي بقى بالترتيب. لقيت ان انا رايح. الستيت ديت المفروض يبقى الخارج فيها. انا عارف بقى ان الاس تمانية دي بتاعة الاد. ان الاي يروح للاي اليو والبي للاي اليو. والاي اليو اعملي اد. واخد الناتج من الاي اليو احطه في السي. فعملت الستيت بتاعتي. وخلاص خلصت الدنيا. طلع معي سبعتاشر استيت. هنا الاستيت الاخيرة اللي هي الاس واحد لو انا جاي لينا اربع وحاية. فانا بروح للاس ستاشر وبفضل فيها دايما. هنا الاربع وحاية دي حالة الهالت. ان انا بوقف البرنامج. هنا في الاس اتناشر دي بقى حكة الامبوت. ايه بقى حكاية الامبوت دي? وليه الاس اتناشر بتفضل في نفسها لو جاي سفر وبتروح للاس تلاتاشر لو جاي واحد. لو تفتكر لما كنا بنجرب انا قلتلك عشان تدخل الامبوت فيه ازرار كده اللي هو انتر. لازم تضغط عليه. فهنا انا نبرمج الكنترول يونيت على كده. لما انا اروح للاس اتناشر فدي انا اول خطوة في الامبوت. انا انا اول خطوة في الامبوت ان انا باخد الادرس بوديه للام ايار. وهنا حاطة الان. يعني انا مخلي ان اشارة الان تبقى بواحد برضو. وكذلك هنا برضو عاملها بواحد. عشان اللامبة اللي انا بنورها لليوزر عرفه ان انا مستني منه اا امبوت معين. فانا بقوله لو انا جت الاس اتناشر في امبوت مكتوب. انا مش عايز اروح لللي بعدها على طول يعني انا مش عايز اخد القيمة اللي مكتوبة احفاظها في الميموري. لا. ده انا عايز استنى اليوزر لما يضغط على الضرار انا اعمل له زرار انتر لما اضغط عليه. انا باخده القيمة بحفاظها عندي في الزاكرة. فعشان كده الاس اتناشر كان عندي فيها لو انا جاي لصفر. الواحد ده المتاعة زرار الانتر. لكن اللي مكتوب هنا اللي اربعة تصفار الواحد الصفر واحد صفرين. ده اللي هو بتاعي. فالقس اتناشر بتتعامل مع زرار الانتر. اللي هو بتعتبره امبوت لها. فلو جاي لها بصفر فهي بتفضل في نفسها. انا ما تحركتش لسه من الماكينة. انا واقف مستنى اليوزر يضغط على زر انتر عشان اخده الكيمة واحفظها. لو جاي واحد فهي بتروح لقس تلاتاشر وتبدأ تحفظ الكيمة. وعشان كده انا كنت بقول ان انت بعد ما تدخل قيمة اتحفزت خلاص. رجع زرار الانتر رجعه بصفر. عشان لما اجل الامبوت بعد كده ما لاقيش ان الزرار الانتر معمول بواحد فاحفظوا القيمة على طول. طيب. يبقى ده كده اللي هو بتاعنا. من عملت اللي هو القرنت للامبوت للنيكس ستات. التابل ده اللي هو بيحدد انواقف فين وهروح لايه بناء على الامبوت اللي جاي ده. انا عندي هنا ستاشر ستات او سبعتاشر ستات من صفر الستاشر فدبع ان انا عندي سبعتاشر ستات. سبعتاشر ستات يعني محتاج خمسة بت عشان افرق بينهم. وطلع ما محتاج خمسة بت يعني محتاج خمسة فليب في لوب. وانا شغال هنا بدي فليب في لوب عشان التصميم بتاعه سهل يعني ما. فش تعقيدات يعني هي اه اه الدي بتساوي كيو ستار والموضوع خلص. طيب. اه هنا عملت اللي هي القرنت ستات والامبوت والنيكس ستات. لو انا في الصفر فدي اول خطوة في الفيتش فانا ما يهمنيش بقى الامبوت انا ما عنديش امبوت اصلا. فاروح موشارطة للواحد اللي هي التاني خطوة في الفيتش. لانا بجيب بقى الامر بتاعي وبحطه جوه الاي ار عشان ابدأ اه اشوف ايه الدنيا اللي موجودة جواه. طيب لو انا في الحالة اللي هي واحد. هنا بقى بنختلف على حسب بتاعي. لو الامبوت اربعة تصفار فبروح للحالة اتنين. لو الامبوت واحد فبروح للحالة اربعة. لو اتنين بروح للحالة ستة. وهكذا. فهنا قلت له لو الامبوت سفر بروح للحالة اتنين لو الامبوت واحد بروح اه للحالة اربعة وكزا خلصت الامبوت ستاعة. طبعا لو جايلي الامبوت انا هنا مش بكتب السبعتاشر كلهم. لان اه او مش هكتب الخمستاشر احتمال او الستاشر احتمال كلهم بتوع الامبوت. لان انا عندي الامبوت اه تمانية وبعده بيطلع اطوله خمستاشر جزء اللي في النص ده فوضي بالنسبة لي. فبكتب الاحتمالات بتاعتي واشوف ايه اللي انا هروح لها. طبعا هنا الزرار الانتر ده انا مخليه لوحده لاني ده ما ييمنيش في كل الحالات انا ييمني. فحالة واحدة بس اللي انا لو انا في بتاعت قل اتناشر. طيب. فدي كده الستيت واحد اللي ايه معتمد على الامبوت. بقى الستيت ملهاش امبوت محدد. ايا كانت الستيت اللي انا فيها انا بروح الستيت تانية. يعني مثل انا في الستيت اتنين فانا اكيد رايح للستيت تلاتة. ما يهمنيش بقى الامبوت اللي جايلي هو ايه? وطبعا بعد ما خلص اي ستيت انا برجع تاني للصفر. عشان ابدأ عملية جديدة. يعني هو المفروض في كده ان انا جيب سهم مسلا من الاس تلاتة رجعه للصفر. بس الشكل هيبقى ملعبك معايا يعني. فانا شلت السهم ده. فانا بعد اي امر ما يخلص انا برجع تاني للصفر. عملت بتاعي طبعا هنا ما يهمنيش الامبوت. مفيش بس الا الحالة اللي هي اتناشر يهمني الامبوت بتاع الانتر. بس. ما ما كتبتوش في الباقي ما حبيتش ندخلوا معايا اني نبقى عمدي ستة امبوت والا احتمالات بتاعتها وكلام ده احنا ايه? نبسط الجدول على قد ما نقدر. طيب. نجي بقى نشوف ازاي نطلع المعادلات بتاعت من الجدول ده. انا عندي هنا سبع ازاي بقى اتعامل مع سبع امبوت. الموضوع صعب. حتى لو هستخدم قرنف ماب فالموضوع هيبقى صعب برضو. طيب. نعمل ايه? فينا فكرتين جنف دماجي. وانا نفست الفكرة التانية. هقول الفكرة الاولينية اللي انا ما نفستاش. الفكرة الاولينية بص يا سيدي. انا ملاحز من الجدول ده ان هنا في الجزء ده كله بتاعتي سبتة. فانا ممكن اتجاهل في الجزء ده. وتبقى هافترض ان معتمدة بس على الامبوت. معتمدة على الامبوت وبس. مالهاش دعوة بالكورنت ستيت. وفي الاخر بعد ما اطلع اعمل كورنف ماب بقى واطلع المعادلة بتاعتها ابقى اضيفها للكورنت ستيت. ان انا بقوله الكلام ده هيتحقق لو القرنت ستيت بتاعتي بواحد. اللي هي بقى الكيو نوت كيو واحد بار كيو اتنين بار كيو تلاتة بار كيو اربع بار. كل ده عيب بقى مع بعض. فقسمت الجدول بتاع جزء ان انا بشتغل على الامبوت بس وبتجاهل اللي ستيت بتاعتي بعد ما بخلص بضيف حتة الكورنت ستيت بضيفها باند جيت سهلة جدا. وجزء تاني ان انا بتعامل مع الكورنت ستيت بس. الامبوت ما يهمنيش في حاجة. فجزء يبقى الكورنت ستيت بس والامبوت ما يهمنيش في حاجة. وفي الاخر بعمل اور بين الجزئين دول. انا هنا طلعت معادلات معينة لو انا شغال على الامبوت بس. وطلعت معادلات معينة لو انا شغالها على الكورنت ستيت. لان هنا الامبوت ما يهمنيش في حاجة. فهنا مسلا الكيون ده هتبقى بواحد في الجزء ده او الجزء ده. يعني بربط الجزئين ببعض باور جيت. وطبعا هنا يقول لك بقى تابلسيت اللي هي اللي هي بصفار. هي كلها بصفار. فممكن افكر منها عادي مفيش بس اللي هي هي اللي بواحد. فممكن اضيفها برضو عادي جدا. فدي طريقة ممكن اطلع بيها المعادلات بتاعة الجدول ده. في بعض طريقة التانية اللي انا اشتغلت بيها. انا هنا الجدول معايا شغال سبعة امبوت. سبعة ولا كان. اه لا تسعة امبوت. فالموضوع رخم بالنسبال. فقلت طيب انا ليه اتعب نفسي? ليه اشتغل بيناري? ما انا ممكن احول الجدول ده للعشر. بمعنى عملت جدول جديد خالص. واعتبرت الامبوت بتاعي بكتبه بالنظام العشر. الكورنت ستيت والامبوت. فالكرنت ستيت سفر واحد اتنين تلات اربعة وهكزا لحد ستاشر والامبوت سفر لحد خمستاشر والباقي باكسات. الاوبوت زي ما هو. ومن هنا بقى بدأت ستطلع المعادلات بتاعة اكن انا عندي امبوت عندي اتنين امبوت بس. انا اتعملت معا كده ان انا عندي اتنين امبوت وبس. فنشوف بقى. الكيو ستار هتبقى ايه? هتبقى بواحد. لو انا عندي السي بصفر. السي اس بصفر. الواحد. لو كان بواحد. فلازم يبقى الانبوت باربعة والانبوت بستة. اللي امال اللتين دول. او تكون اتنين او الواحد باربعة او ستة او اتناشر او اربعتاشر. بس خلي بقى في الاتناشر هنا بقى معتمدة مع الانتر. فلو كان اتناشر لازم يكون الانتر بواحد لو الانتر بصفر فالكيو نود ستار بصفر ولو الانتر بواحد فالكيو نود ستار بواحد. انا حولتها للنظام العشري وبدأت بقى اشتغل. وهكزا مع الكيو واحد ستار والكيو اتنين ستار والتلاتة ستار والاربعة ستار. طيب بعدين بقى بسيطة. انا هنا كل مشكلة بقى ان انا اعرف امتى السي اس تكون بصفر وامتى تكون بواحد امتى تكون بستة امتى تكون باتنين الكلام ده اقول له امتى يكون بصفر امتى يكون باتنين والكلام ده. بسيطة ارجع الجدول الاولاني هتعامل مع اللي واحده اشوف لو هو بواحد لو انا عندي خمسة بيت وعايز اعرف مسلا هل الخمسة بيت دول بيتكونوا رقم صفر اعرف ازاي ان الخمسة بيت كلهم يكونوا بصفار فممكن اخدهم على ناند خمسة امبوت فلما يبقوا كلهم بصفار هتطلع لي واحد او لا هي نور اه نور خمسة امبوت فهيبقى كلهم بصفار الخارجي بتاعه هيبقى بواحد فانا كده عرفت ان ان كلها بصفر طب لو عايز اعرف مسلا القرنت ستة مسلا اعرفها ازاي كيو نود ستار اه كيو نود بار كيو واحد كيو اتنين كيو تلاتة بار كيو اربعة بار عادي جدا فباخد كل واحدة لوحدة اعمل لها بتاعتها وفي الاخر بقى بعمل العلاقة الاور والاند اللي انا امطلعها من الجدول ده عشان اطلع الكيو نود ستار والكيو واحد ستار طيب يطلع عندنا حاجة بالشكل ده اه لو عملنا زوم فين مفروض ما كنتش عمل زوم دي طيب اه فين 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 ايوان هي ده فعملنا زوم كده فانا عملت اه الكيو عملت كيو نود بار كيو واحد بار كيو اتنين بار كيو تلاتة اربعة بار اه كيو تلاتة بار كيو اربعة بار كلهم ده خلتهم على الان ده يبقى الخارج بتاعه من السي اس بصفر وكذلك مع باقي السي اس وكذلك مع آآ الامبوت برضو وهنا بقى عملت الكيو ستار عملت المعادلة بتاعتها عادي جدا من غير اي مشاكل طيب حلو فكده يبقى انا عملت آآ النيكس ستات الكرمت ستات عا الامبوت عا النيكس ستات تابل فتضلي بقى الاوبوت بتاع كل ستات عمدي انا في الاستات لو طلعنا في الاس صفر المفروض يبقى عندي اوبوت معين سيجنلز معينة كنترول سيجنلز معينة في الاس واحد ايبقى عندي كنترول سيجنلز تانية وكذا فعملت جدول تاني كبير كده وعريض لما جمعت الكنترول سيجنلز اللي عندي لقيت ان انا عندي تمنتاشر كنترول سيجنل وعندي الامبوت بتاعي خمسة امبوت عشان اللي هي بتاعتي لان الكنترول سيجنل معتمد على الكنترول سيجنلز معتمد على الكنترول سيجنلز فعملت لها جدول لوحدها وبدأت بقى اشوف على حسب الماكرو انستراكشنز اللي انا مطلعه فوق والكنترول سيجنلز اللي انا محتاجه مين بواحد ومين بصفر طبعا كل الحاجات الفضة دي اطيب صفر بس ما اكتبتهاش يعني اولا كسل ان انا اعمل كل ده صفار يعني وهيبقى شكلها وحش فاكتفيت بس ان انا عملت صفار في الجناب كده هنا انا عامل صفر عشان افكر نفسي ان هنا الاس بصفر يعني انا بعمل ومن هنا برضو طلعت المعادلات بتاعت كل واحدة عادي جدا وكده تعتبر بالنسبة لي خلصت طيب. نجيب على الجزء اللي بعد كده اللي هو ده بقى قلنا اللي انا بديله هل انا بعمل اا 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 ار ان ولا اا ار اوت وايه هو الا اا. الابرند اللي هو اللي هو عايزه يتعامل معاه. ده بكل بساطة هيبقى ديكودر عادي. من اتنين لاربعة ديكودر. فانا عملت الجدول البتاقة بس انا عندي تلاتة بس طيب واحد يقول لك طيب انت كده عملت ديكودر انا عرفت الريجستر بتاعي هعرف بقى اعمل له ريد ولا رأيت ازاي هقول لك بسيطة هشوف لو انا اا لو انا بعمل يعني بعمل فالخارج بتاعها هيبقى ولو بعمل اوت فالخارج بتاعها هيبقى فكل انا عملتو ديكودر وبعد كده خدت ديكودر عملت له مع الان وعملت له مع الاوت فالموضوع بالنسبة لي عادي يعني. طبعا ديكودر انا عامو من الاند جيت برضو اند ونوت ما فيهاش حاجة يعني هو حاجة بسيطة يعني ده من اتنين لاربعة ديكودر مش مستهل يعني ان انا جيب له واضر له على اي سي وادخل نفسي في الحوارات دي. طيب حلو ده كده بالنسبة للرجستر ده بقى بياخد مني بتاع الرجستر وبيحدد لي من الرجستر اللي انا هتعامل معاه هل هو الاي ولا البي ولا السي وبيحدد برضو هل انا هعمل آآ آآ ريد ولا رايت يعني هل اعرف كما لقى رجستر ولا هعمل لها رايت. طبعا. نيجي بعد كده بقى لجزء الامبوت والاوبوت. ايه بحكات الامبوت والاوبوت دي? نيجي في الامبوت اول حالة. انا عندي اليوزر بيكتب الامبوت بتاعه بيكتبه بالنظام العشرة. بيكتب اتنين ديجيت. اللي هو رقم مقام من خانتين. انا قررت ان هو رقم بس مقام من خانتين. للتسهيل وكزلك الاوبوت انا قررت انها هتعامل مع تمانية بيت بس مش الستاشر بيت كلهم برضو للتسهيل. طيب. عندي اليوزر بيكتب رقم مقاوم من خانتين. ازاي بقى اخد رقم مقاوم من خانتين. واعمل له رقم مقاوم من خانتين. كل خلا ممكن تبقى تسعة فانا كده عايز اه تسعة وتسعين الى حاجة معايا. انا اللي هي لوج تسعة وتسعين لساتين طبعا نقربها. الموضوع صعب جدا. طيب نعمل الكلام ده ازاي? بص يا سيدي. انا عندي رقم مقام من خانتين. وليكن مسلا اكس ينود واحد. ده بالنظام العشرة. طيب. مش ده في النظام العشرة معناه ان اكس ينود مضروبة في واحد زائد اكس واحد مضروبة في عشرة. ده اللي هي القيمة بتاعت الرقم ده في النظام العشرة. اه حلو. طيب. لو انت اخدت كل رقم من دول او كل طرف من اطراف المعادلة. وحولته للنظام السنائي. وعملت نفس العمليات في النظام السنائي. هيطلع لك في الاخر الرقم الجديد متحول للنظام السنائي. بمعنى خد الاكس نود حولها للنظام السنائي. واخد الاكس واحد حولها للنظام السنائي. طبعا ده من آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� المعادلة بتاعتي. ازاي? هدرب الاكس واحد في العشرة بالنظام السنائي. يعني بعد ما احاول اكس واحد بالنظام السنائي اضربها في العشرة بالنظام السنائي. واجمع الناتج على الاكس نوت بالنظام السنائي. فدي ببساطة عشان احول رقم مقامل مجموعة ديجيتس من النظام العشرة الى النظام السنائي. بطريقة سهلة. ما اضطرش ان انا احول اه ارقام كتير. طب واحد يقول لك بقى طب لو انا عايز احول تلاتة ديجيت. هقول لك بسيطة. هتبقى زائد اكس اتنين في مية. هتاخد المية تحول النظام السنائي. بقول لك انا احاول المية للنظام السنائي ازاي? ما عندش انكودر اه بياخد مية امبوت. هقول لك انت مش محتاج انكودر مية امبوت. مسلها انت بالنظام السنائي واعمل عملية الضرب بايدك. هتلاقي الموضوع سهل جدا. زي ما هنعمل دلوقتي. لو انا خدت الاكس نود حولتها لنظام السنائي هيبقى عندي اربعة اي نود اي واحد اتنين اي تلاتة. هتضربها في عشرة بالنظام السنائي. هتضربهم بايه دي? فلاقي ان الصفر في الرقم ده كله بصفر. بعدين واحد في الرقم ده كله هينزل زي ما هو. بس طبعا عندي صفر في البداية لان كده ده اللي هو الديجيت التاني. اه هنا الرقم تلاتة صفر في الرقم ده كله بصفر. واحد في الرقم ده كله بالرقم ده كله. هينزل زي ما هو. ولكن طبعا عندي اصفار في البداية. فالموضوع سهل جدا. كل اللي انا محتاج اعمله عملية اد. عملية جمع. انا كده محتاجتش بقى ان انا هحول او اجيب انقدر للعشرة. ولا اجيب انقدر للمية. ولا هجيب انقدر للالف. ولا الكلام ده كله. انا هحولها بايدي. اعمل عملية اشوف انا هجمع ايه مع ايه? انا هنا لقيت ان انا محتاج واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة. محتاج سبعة بت قدر. مفيش سبعة بت فمشتغل تمانية بت قدر. تمانية بت قدر. هجمع معاه. الايه نود لتلاتة دي سبتة في كلهم. بيختلف بس الاصفار اللي هتتحط في الاول. فهجمع دول كده مع بعض في يطلع لي الاكس واحد في العشرة بالنظام السناي. اخدها يا جمعها على الاكس سنود. فده اللي انا عملته هنا عشان احول رقم مقام من اتنين ديجيت الى النظام السناي. اول اتنين قدر دول بيحولوا يومها بيضربوا في عشرة. باخد الاكس سنود. انا بقى انا عندي اكس واحد. لان اللي هو اديش تلعوني اديش التاني. فهواخد الاكس واحد بضربها. اه في عشرة. وبيطلع الناتج بالنظام السناي. وبعدين بجمعها على الاكس سنود. فهيطلع لي هنا في الاخر التمانية بت اللي بيمسيولي الرقم بتاعي بالنظام السناي. جربها على اي رقم هتلاقي المعادلة ماشية معاك تمام زي الفل. ودي ميزة الرياضية انت عندك اي معادلة في النظام معين لو حولت المعادلة كلها النظام تاني تقدر تعمل نفس العمليات عادي جدا. وهيطلع لك الناتج في النظام الجديد. فده كده بالنسبة للاتنين ديجت انكودر اللي هو الانبوت انكودر. طيب. هنيجي بقى بعد كده الجزء الاصعب في الموضوع. تمانية بت بي سي دي. ايه بقى حكاية الكلام ده? انا عندي الاوبوب بتاعي تمانية بت. فانا عايز اطلع التمانية بت بس انا عايز اطلعهم بي سي دي. بي سي دي يعني انا عايز اطلع خانة احد خانة عشرات خانة مئات. لو انا بعمل اربعة بت اه دي كودر وعايز اطلعه بي سي دي. فرقم عشرة ما بيطلعش ان مسلا زي ما شفنا في في الادرس دي كودر بتاع الميموري كان رقم عشرة مسلا هيطلع لي واحد على السلك العاشر. انا هنا مش عايز كده لأ. انا عايز يطلع لي الصفر لوحده متمثل لوحده. والواحد متمثله لوحدها. ده اللي هو البي سي دي ببساطة. فانا هنا بقى عايز اعمل بي سي دي لتمانية بت. نعمل بقى الكلام ده ازاي? انا المفروض عندي لو انا عندي رقم تمانية بت فا اكس من صفر لسبعة بالنظام السنائي المفروض ان هو يطلع تلت خانات في النظام العاشر. يعني تمانية بت اللي هي مكسيمم متين خمسة وخمسين يعني محتاج تلات خانات. احد وعشرات ومئات. طيب هعمل الكلام ده ازاي? اللي انا عملته كالقاتي. انا خدت النظام السنائي وحولته للنظام السوداسي عشر. ده سهل جدا بالنسبة لي. باخد كل اربعة بت لوحدهم. وجبت معادلة الناتج في النظام السوداسي عشر. يعني الاكس من صفر السبعة في النظام السنائي. هاخد من صفر تلاتة لوحدة ومن اربعة للسبعة لوحدة. عشان احسب القيمة بتاعة الرقم ده للعشري بقى للنظام العشري. باخد الاكس نود من تلاتة ديها تتضرب في واحد. تمام? والاكس من اربعة لسبعة تتضرب في ستاشر. فده كده اللي هو الناتج بتاع التمانية بت في النظام العشري. ده انا خدته النظام السوداسي عشر. ومن السوداسي عشر حولته للعشري. طيب انا مش عايز بقى احول العشري انا عايز احوله بي سي دي. نفس النظام بالزبط. هياخد كل واحد لوحده احوله بي سي دي اعمل عمليات في بي سي دي. خلي بالك بقى انا هنا بعمل عمليات في البي سي دي. يعني عملية الجمع انا بجمع رقمين بي سي دي. عملية الضرب انا بضرب رقمين بي سي دي. طيب. تعالوا نشوف. انا كل مشكلتي دلوقتي ان انا اخد الاكس من اربعة لسبعة بي سي دي. واضربها في ستاشر بي سي دي. حتة تحويل ان انا احول اربعة بت الى البي سي دي. دي سهلة. ما فيهاش اه اي مشاكل. انا نشوفها كانان شوية. المشكلة بقى في الضرب وفي الجمع. تعالوا نشوف حتة الضرب. لو انا عندي اكس من اربعة لسبعة. لما حاولها البي سي دي فهيطلع لي ايه نود ايه واحد. رقم مقوم من خنتين. عايز اضربه في ستاشر. اضربه ازاي? انا هقسمه. يعني انا مش هضربه في ستاشر كده وبشرط. لا انا هقسمه. الرقم ده ممكن اضربه في عشرة واضربه في ستة واجمع الاتنين على البعا. ما هي العشرة دي الستاشر ديت اللي هي عشرة زائل ستة. والضرب بيتوزع عادي جدا. فهياخد الرقم اضربه في عشرة. بعدين اخد اضربه في ستة واجمع الاتنين مع بعض. حلو. لو انا بضرب رقم في عشرة بالنظام آآ العشري. طالما انا هضرب رقم في عشرة وانا شغال بي سي دي. فبكل بساطة هحط صفر في الاول. لو انا عندي مسلا الاي نود والاي واحد ديت خمستاشر. تمام? وانا عايز اضربهم في عشرة. والنتج في النهاية يطلع لي بي سي دي. طب ما هي خمستاشر في العشرة تضربها في عشرة في العشري هيطلع لك مية وخمسين. خلي بالك البي سي دي هو العشري. اللي اتنين زي بعض. بس الفرق ان كل ديجيت آآ يعني انا باخد كل ديجيت لوحده بحوله الى فالعمليات بتحصل زي النظام العشري بالزبط ما فيهاش خلاف يعني. فهنا لو انا رقم عايز اضربه في عشرة فبكل بساطة هحط الصفر في الاول وخلاص. وكده هو الرقم انضرب في العشرة. ببساطة جدا. طيب لو انا عايز بقى اضربه في ستة. هنا بقى المشكلة. ايه المشكلة? انا عايز اضربه في ستة. طب عملية الضرب انا برضو بتعامل بالنزام السنائي يعني انا ما نساش دي. فلو انا اخدت الرقم ضربته في ستة بالنزام السنائي فكده انا عندي الرقم ده هيبقى تمانية بت. وانا عايز اضربه في ستة بالنزام السنائي والنتج في النهاية يطلع لي بس دي. فعمل الكلام ده ازاي? انا لقيت الموضوع ده صعب. فقلته طيب ما انا ممكن اعمل معاه زي ما عملت معه الستاشر. انا لما جيت اضرب في ستاشر اسنت الستاشر لسفر وستة. طب ما انا ممكن هنا اعمل نفس الموضوع. ازاي اعمل? هقول لك بص. الايه نود ايه واحد? مش دول رقم في العشرة مقوم من اتنين ديجيت. ولا يكون مسلا رقم تمانتاشر. لو انا عايز اضرب ستة في تمانتاشر. ما انا ممكن اضرب الستة في تمانية وبعدين الستة في العشرة. فما ده معناه ان الايه نود ديت محتاج ان هي تمضرب في عشرة والنتج بتاعها ينضرب في ستة. فانا قسمت عملية الضرب دي ان هي تبقى ايه نود في ستة زائد ايه واحد في ستة في عشرة. وانا اتضرب في عشرة ان انا بزود سفر. فالايه النود تمضرب في ستة? ده رقم اربعة بت هينضرب في ستة اربعة بت. عادي سهل جدا ان انا اعمله وحوله الى بي سي دي اطلع البي سي دي بتاعه. ده سهل جدا ان انا بتعلمها اربعة بت فاربعة بت فالموضوع هيبقى بالنسبة لي سهل. اه النتج بتاعها يعني ماكسموم هيبقى تسعة بستة اتنين وسبعين هيبقى ستة بت او سبعة بت بالكتير يعني. انا اظن هيبقى ستة بت. اه اتنين قص ستة بقى اربعة وستين بقى ستة بت. فسهل بالنسبة لي ان انا اتعامل معاه يعني احوله الى بي سي دي. فانا قللت الموضوع. طيب. هنا بقى قلت ان النتج ده الاي نود في الستة هيطلع لي بي نود بواحد والسي نود في الستة هيطلع لي سي نود سي واحد. فالو انا عايز بقى الرقم اضربه في ستاشر في البي سي دي. فهجمع الثلاثة دول مع بعض. اللي هي الاي نود اي واحد. انا انا خدت دي الدربتها في ستة فاطلع لي رقمين مجموعين. هجمعهم على ناتج اه الضرب في العشرة. فيبقى الثلاثة دول مجموعين على بعض. فهتلاقي معانا هنا بقى ده اه بتاعنا. اللي هو بياخد تمانية بت ويحولهم الى بي سي دي. اول حاجة باخد اه كل ديجيت لوحده انا معي الاكس من سفر لتلاتة ديت اللي هي اول ديجيت اللي هي بتجمع عادي. اه وعندك اكس من اربعة لخمسة دي بقى اللي هي التانية ديجيت اللي بتنضرب في ستاشر. فعشان اضربها في ستاشر عملت المعادلة بتاعتنا طبعا هنا في ده بياخد الرقم يضربه في ستة. اول حاجة بحولها الى بي سي دي. باخد اول خانة اضربها في ستة. بعمل عمليات الجمع. اه البي سي دي قدر ده بيجمع رقمين. كل الرقم تلاتة ديجيت. اه بيجمعهم اه بي سي دي. ومنه اه جماعة اه طلعت بقى العملية اللي هي اللي فوق عندنا هنا ان انا المفروض بعد ما احول الجزء التاني الواحده والجزء الاولاني الواحده فبجمع الجزئين مع بعض. فدي كده الحتة ان انا عندي تمانية بيت عايز احولهم الى بي سي دي او طلع التمسيل بتاعهم بالبي سي دي. طيب. فهنا بقى في شوية حاجات مجهولة. اول حاجة البي سي دي كونفيرتر ان هو بياخد خمسة بت ويحولهم الى اه بي سي دي. وعندي البي سي دي اللي بيضرب في ستة والبي سي دي قدر. البي سي دي كونفيرتر اه لو بياخد خمسة بت يحولهم الى بي سي دي. ده عملت له طور ستيبل عادي جدا. لقيت ان انا محتاج اجمع ستة اه على ارقام معينة شفت الحالة بتاعتها طلعتها من اه عادي. ولكن انا بقى خلي بالك انا مش محتاج ان انا مش للاتنين وتلاتين. انا اكتفت للستاشر. لان انا عارف ان هو اه اسف اكتفت الى التسعتاشر. لان انا عارف ان اقصى رقم عنده يكون التسعتاشر. ان انا مسلا البي سي دي عم بجمع تسعة زائد تسعة زائد واحد مسلا. واحد ده اللي هو مسلا جاي من عملية قبل كده. فالكاري بتاعي بيبقى واحد. فتسعة زائد تسعة زائد واحد اللي هي تسعتاشر. فان هو قفت بتاع الحد تسعتاشر. حتى لو اكمل الاتنين وتلاتين فالموضوع مش هيبقى صعب. لبعد كده اللي بيضرف في الستة عملت له برضو بتاعه من غير اي مشاكل. وطلعت الان واحد والان اتنين والان تلاتة. اه ديت اللي هي خانة اه الاحد. طبعا في عندي او في او في او ن نود والتي تلاتة. الان اللي هي خانة الاحد وطلعت التي اللي هي خانة العشرات. طلعت المعادلات بتاعتهم اه عادي ممكن تشتغل اه تجمع وتعمل اه بوليان الجبرا. ان اخ تبسطها اي حاجة انت عايز. طبعا لقيت ان الان نود والتي تلاتة هم دايما بصفر. فوصلتم هنا بتاعي اللي هو صفر. فده اللي بيحول الى آآ ستة. او بيضرف في ستة وبيطلع على الناتج بالبي سي دي. طيب. نيجي بقى اخر حاجة عندنا اللي هو البي سي دي قدر. اللي بياخد رقميا بي سي دي كل رقم تلاتة ديجيت ويجمعهم على بعض. لو انا بجمع خمستاشر زائد ستاشر. فايه اللي انا بعمله? بجمع خمسة زائد ستة. الناتج يطلع حداشر. فبحط واحد والواحد التاني ده بيبقى الكاري للعملية اللي بعدها. هنا نفس الموضوع. انا هجمع رقمين مع بعض او هجمع الديجيت الاولاني مع الديجيت الاولاني. لو قبرنا بجمع الاكس نود مع الواي نود. وبياخد الناتج بتاعهم بحولوا الى بي سي دي. فيطلع لرقم الكاري ده هيروح للخانة اللي بعدها. فيتجمع بقى مع خانة العشرات. يطلع لرقم وكاري فالكاري ده يتجمع مع خانة المئات. هيطلع لرقم معين. طبعا الكاري انا بعمله انه دايما هيبقى بصفر. انا عندي مسلا انا عارف ان انا اخري هيبقى ممتين خمسة وخمسين. فما فيش كاري في خانة المئات. فده اللي انا عايز اعمل اه بي سي دي ادر. انه اه بيجمع اه رقمين كل رقم تلاتة جيت بي سي دي. وكده هنبقى خلصنا شرح التصميم كل جزء من اجزاء الكمبيوتر بتاعنا. فادل بس ايه شوية ملاحزات كده متنطورة هنا وهناك هنتكلم معنا. اول ملاحزة معانا هنا خاصة بالكنترول يونت. لو هتلاحز هنا انا واخد الكولوك بتاعتي مدخلها على نط وعملها مع الكمبيوتر رن. طب اند مع الكمبيوتر رن دي معروفة. لو الكمبيوتر بتاعي شغال فانا عايز الكمبيوتر تشتغل. لو مش شغال فانا مش هتشتغل. طيب. ايه بقى حكاية الكولوك اللي انا اوخدها على نط دي. احنا عندنا بتتغير من صفر الواحد وبترجع من واحد لصفر صفر الواحد وكزا. التغيير في الرجستر بتاعي بيحصل لما الكولوك تتنقل من الصفر الى الواحد. اللي هي اه آآ في منا بيتنقل من صفر الواحد. فهنا بيحصل تغيير في الرجستر بتاعي. طيب. لو انا شغال الكنترول يونت شغالة عادية. ان هي بتغير اللي ستيب بتاعتها في البوزيتف ايج لما الاج تكون من صفر الواحد فكده الرجستر لازم يستنى الكلوك اللي بعدها عشان يتغير ففي عندي تغيير سايكل فيه سايكل ضايعه في النص فهنا انا خدت الكلوك دخلتها على النط عشان اخلي الكنترول يونت تشتغل في النيجاتف ايج ان انا جاي من واحد لصفر فمن واحد لصفر يراحت لحلقة جديدة وطلعت الاوبوب بتاعها والدنيا تمان معها فاجي بقى من صفر الواحد الرجستر يلاقي الاوبوب بتاعه جاهز فانا كده استغلت الاتنين ايج بتوع الكلوك فانا شغل في النيجاتف ايج وفي البوزيتف ايج وده برضو بيسرع الاداء بتاع الكمبيوتر بتاعي وبيسرع من العمليات اللي هو بيعملها فدي اول ملاحزة معانا اللي هي الكلوك ان انا مدخلها على النقط الملاحزة اللي معانا بعد كده اللي هي بالنسبة الى هنا فيه الرجستر اللي هو السي انا عامل الرايت بتاعه لو جاي لسي ان او بعمل من الاي اليو للسي لان انا عندي حاجتين بيكتبوا في السي يا اما البص بيكتب في السي او الاي اليو بتكتب في السي فلو انا عندي اي حالة من دول فالرجستر بتاعه هيبقى آآ عادي هنا بقى بالنسبة الى البي سي البي سي انا موصل الادرس عليه عليه على طول آآ البي سي ده عبارة عن كونتر الكونتر ده اربعة وسبعين مية واحد وستين ده اربعة بايناري كونتر الاي سي ده بيديني امكانية ان انا يعمل له اه ان انا على الدور القيمة اللي موجودة جواه من خلال الدة بتاعته بيعمل بردو بردو بقدد هل يعمل ولا لأ فيه الاي سي العادي لو اربعة وسبعين نتسعين ده بيعمل مع كل كلك انا مش يحطج مع كل كلك اعمل انا محتاج في لحظة معينة اعمل فالاي سي اللي هي اربعة وسبعين مية واحد وستين بيديني الاتكانية ده على حسب بقى بتاعته والكلام ده. ممكن برضو اعمل له اه داتا ادخل جواه داتا معينة تحفز جوا الاي سي بتاعي او اني هاتي اعمل ست للقاونتر بتاعي. انا محتاج اعمل ست في الاوامر اللي هي بتاعة الجم او او اوامر البرانش. انا عايز اغير القيمة الموجودة جوا البروجرام هنا انا واخد القيمة اللي جاية من الاي ار لها قيمة الاكس اللي هو الادرس بتاعه ومدخله على الاداتا مدخله على طول. بعمل له بقى بحدد اللوت بقى هل اعمل كده ولا لا? يعني انا لاخد الاكس ديت هلها تدخل لو انا عندي الاي ار للبي سي يعني لو قالت لي انقل الاداتا اللي في الاي ار انقلها الى البي سي. او الزد اف اللي هو الزيرو فلاج. الزيرو فلاج ده عبارة عن فلاج من الاي اي اليو بيعرفني هل اه قيمة الكمبراتور بتاعي بصفر ولا لأ. في الاي اي اليو هنا. اه هو ده. بيعرف لي هل قيمة المقارنة بتاعتي بصفر ولا لأ. فانا عايز اه اغير قيمة البروجرام كونتر لو الكنترولي لقيت لي خد من الاي ار وديها الى البي سي او قالت لي او لقيت ان الزد فلاج بصفر. فالحالة عنية ديت في الان كونتشنال جامب وفي الحالة التانية في الكندشنال جامب. هنا ده الامي اي ار بجيب الاداتا اللي جواه برضو بحدد بتاعته. هنطلع بقى اخر ملحوظة معانا في الدزاين بتاعنا خاصة بالميموري نفسها. انا عند الميموري انا بتعامل معها في حالتان. اول حالة لو الكمبيوتر شغال اللي هي اليوزر مود. وتاني حالة في الديفولوب منت مود. الديفولوبر مود او او ما تسميه زي ما تسميه. اللي هو الكمبيوتر مش شغال بس انا بكتب جوا الميموري. فانا محتاج وانا بكتب جوا لازم احدد الادرس ولازم احدد الداتا اللى تروح جواه. طيب. انا هنا عندي اتنين ادرس. ادرس اللي جايلي من اه الام اي ار والكمبيوتر شغال والادرس اللي بيكتبوا بايده. هختار مين فيهم? انا كده محتاج ان انا اختار واحد من الاتنين دول. فانا بختار بناء على هل الكمبيوتر شغال ولا لا. وعشان اختار حاجة منهم فلازم عندي ملتي بليكسر. فالملتي بليكسر انا استخدمت اللي هو اربعة وسبعين مية سبعة وخمسين. فبقول له لو الكمبيوتر اه مش شغال يعني الكمبيوتر مش ران فانا باخد الادرس اللي الديفولوبر بيكتبه. الادر صفر والادر واحد والادر اتنين وكزا. ولو هو شغال فانا باخد الادرس اللي جايلي من الام اي ار. ده بالنسبة لحطة ملتي بليكسر بتاع الادرس. عندي برضو ملتي بليكسر للداتا نفسها. اه راح فين? اه هو ده. ملتي بليكسر ده بياخد البرنامج اللي اليوزر بيكتبه وبياخد الدياتا اللي موجودة على الادرس اه على الدياتا باص بتاعي. الدياتا اللي موجودة جوه الدياتا باص. وبيختار واحدة منهم هي اللي تدخل على الميموري. تاني هنا ده بتاع الميموري بيحدد بقى الدياتا اللي تخش جواه. لو انا بعمل اه اه او الكمبيوتر بتاعي مش شغال. فلو الكمبيوتر مش شغال فانا عايز دايما اي داتا موجودة هنا تدخل على الميموري مباشرة. ان انا ما عنديش حاجة تعمل معها الا اه الميموري. وكزالك بقى حتة الرايت بتاعي زبطها على حسب بقى هلأ انا بعمل اه ريت اللي هو زرار الرايت. ولو بعمل ريت برضو عملت الزرار البي اوت ده بيعرض لي البرنامج اللي انا حافظه. اه اعملت بتاعها ان انا عمدي اه الاربعة دول. بشوف بقى على حسب هعمل ريت امتى ورايت امتى وبزبط الدنيا بتاعتهم. ما فيهاش اي حاجة. وطبعا هنا ده اللي بيطلع من الميموري الى الباص. بقوله لو انت جاي لك ميموري اوت او البروجرام اوت. يعني ده او ده. طلع لي الداتا على الباص. لان انا في البروجرام اوت بشوف الداتا اللي موجودة على الباص. فده الدزاين بتاع الميموري. وده كده الدزاين بتاع الكمبيوتر كله وكل جزء فيه انا عملته ازاي? والتروس تابل والخطوات اللي انا مشيت عليها في التصميم عشان اطلع بالنتيجة دي. اه اعرف الفيديو كان طويل عدينا الساعة. اه ولكن كل الشغل ده يعني انت شاف انه خد ساعة فالشغل ده خد مني اسبوعين. فالموضوع كان متعب فعلا. فالمهم ده كده اللي هو الكمبيوتر بتاعنا والتصميم بتاعه كل جزء فيه انا عملته ازاي? اه في الوصف بتاع الفيديو هسيب لينك البروجيكت على الجيت هوب بتقدر تنزيله طوال انا بروشيكت بروتوس شغال على او انا كنت شغال على نسخة اللي هي تمانية بوينت تسعة. اه على حسب مسما لازم نسخة البروجيكت تطبق نسخة البرنامج. يعني انت مثلا انا عملت بروشيكت على برنامج جديد في ما تفعش اشتغل على برنامج قديم. انا ما جربتش ولكن كنت هشوف المشكلة ديت مع ناس. يعني انت هو حزق. هسيب اللينك على البروجيكت على الجيت هوب في الوصف بتاع الفيديو وهيبقى معاه برضو ملف البي دي اف موجود برضو على الجيت هوب ملف البي دي اف اللي انا شرحت منه ده فيه التصميم وكل حاجة وكل الكلام ده هيبقى موجودة على الجيت هوب.